نها الدولة التي لا ترتفع فيها أسعار السلع منذ أكثر من عشرون عام ولكن بدلاً من أن ترتفع أسعار السلع فهي تنخفض حتى إن الحكومة حاولت بكل الطرق الممكنة أن تجعل السلع ترتفع ولكنها لم تستطع فسعر كيلو اللحم مثلاً لم يرتفع منذ عام 1995 بل إنه انخفض بنسبة 5% تقريباً في حين إن مثلاً اللحم ارتفع بنسبة 600% تقريباً في أمريكا وفي مصر بنسبة 800% فما لا تعرف عن اليابانيون أنهم أكثر شعوب حرصاً على أموالهم في العالم ومن حرصهم جعل هذا أسعار السلع ثابت لا تتغير على مدار أكثر من عشرون عام إنهم أكثر شعب يقوم بالدخار أمواله ولا ينفقون أموالهم على الرفاهيات كما يعتقد البعض فلماذا أصبحوا هكذا؟ القصة تبدأ بشكل أغرب من قصص الدراما الهندية في عام 1985 حينما كان اليابانيون أكثر الشعوب إنفاقاً وبذخاً وكانت تصورهم للدراما العالمية وقتها كما تصور شعوب الخليج الآن أشخاص يملكون أموال طائلة ويستعرضوها ببذخاً شديد في أنحاء أمريكا وأوروبا ولم يكن هذا افتراء فقد كان اليابانيون فعلون هذا وأكثر يؤجرون القصور والشالهات والجزر يطلون طعامهم بالذهب القابل للأكل يذبحون البقرة والخرفان والخنازير والدجاج في ولائم ببذخ شديد ففي عام 1985 اتفق الأمريكان مع اليابان على أن يتم تخفيض سعر الدولار مقابل الين الياباني وفي شهور قليلة انخفض سعر الدولار لأكثر من النصف فارتفعت قيمة مدخرات اليابانيون وفتحت البنوك أبوابها للقروض الميسرة بفائدة ضعيفة للغاية ليتفاجأ اليابانيون بأنهم أصبحوا أصحاب ثروة فجأة فيسافرون العالم ويأخذون القروض وينفقون ببذخ شديد قروض بدون ضمانات فبدأت الأسعار ترتفع بشدة وفي عام 1990 انفجر الاقتصاد الياباني ودخلت اليابان في أكبر أزمة اقتصادية وخسر اليابانيون مدخراتهم في أكبر خسارة لهم في التاريخ ومن هنا تغير كل شيء للأبد تغير اليابانيون وغيروا سلوكهم لا يشترون فوق احتياجاتهم العادية لا يتجهون للترفيه مهما كان الفائض من رواتبهم فكل دولار فائض يفضلون أن يتدخروه وقرروا جميعا عدم شراء أي منتج يرتفع سعره مهما كان أهميته ومن عام 1995 لم ترتفع الأسعار لتحاول الدولة أن تجعل الأسعار ترتفع فقاموا بيجعل سعر الفائدة في البنوك بالسالب فإن قمت بوضع ألف جنيه في البنك فبعد سنة ستصبح 990 جنيه فعلت حكومة كل شيء ممكن حتى أنها أعطت اليابانيون مكافأة ضخمة حتى تجعلهم ينفقون وإن أنفقوا سيجعل هذا الأسعار ترتفع وكانت متأكدة أن الشعب سينفق الأموال على السلع التلفهية ولم يفعل هذا اليابانيون فقرروا الاحتفاظ بهذه المكافآت في مدخراتهم أصبح الشعب هو أكثر شعب حريص في العالم ويملكون أكبر قدر من المدخرات في العالم أصبح الشعب زاهداً لا يرغب في شيء وكل ما يفعله هو الانتخار فقط ففي الوقت الحالي ترتفع الأسعار في العالم كله إلا دولة واحدة إنها اليابان فالأسعار خفضت في آخر شهرين بين نسبة 5% إلى 10% فكما نقول دائماً فقد أصبحت اليابان كوكب آخر ولا عجب أن نطق عليها كوكب اليابان